نعم يسود المجلس المحلي أجواء من الصخط والغضب الشديد نتيجة لتكرار إطلاق الرصاص الحي على بناية المجلس المحلي والحقيقة أنه كل عامل بالمجلس المحلي يشعر بأن هذه الرصاصات موجهة إليه ونحن نفكر بأن هذه الرصاصات أطلقت باتجاه إنسانيتنا وكبوليتنا التي تجمعنا كلنا وللحقيقة إنه كبول ماضيا وحاضرا ونتأمل إنه كمان تبقى مستقبلا قرية هادئة وادعة تتميز بعلاقاتها الاجتماعية المتينة وتتميز بالسلم الأهلي بتسامح أهلها بطيبة أهلها بتقاليدنا العربية الأصيلة هذه الظاهرة دخيلة على قريتنا ونتأمل إنه البوليس الشرطة يعني بالتعاون التربوي نحن كمان علينا مسؤولية أن نجتث هذه الظاهرة يعني مستقبلا للأسف الشديد نعم أخي العزيز كما ذكرت إنه كبول كانت يعني يضرب بها الأمثال بسلميتها بطيبة أهلها بتسامح أهلها بالسلم الأهلي بالشعور بالعيش المشترك بين جميع فئاتها وشرائحها الاجتماعية بين جميع مواطنيها وأفرادها يبدو أنه هاي رياح العولمة يعني أنه للأسف الشديد إحنا كنا نتطلع على البلدان من حولنا تكتوي بنار العنف المستفحل والمستشري وكنا يعني ننظر بقلق ويعني ندعو الله أن لا تصلنا مثل هذه الحوادث لكن يبدو أنه بالآخر أنه لا مفر وهي الأمواج عم اتصلنا نحن للحقيقة المجلس المحلي لا يعلم الخلفية التي ما هي الدوافع والخلفية التي أدت إلى إطلاق النار عليه نحن من الصباح الباكر ونحن نجتمع موظفين ومدراء الأقسام كانت لجلسة الكل يسود المجلس المحلي بعماله بموظفين ومدراء الأقسام الشعور بالغضب العارم والسخت على مثل هذه الأحداث نعم لقد أطلقت فعلا أطلق وابلا من الرصاص على الجهة الشمالية من مبنى المجلس المحلي الذي يضم مكتب الرئيس وقاعة الجلسات ومكاتب حيوية أيضا في بناية المجلس المحلي الخطر يتهدد من المفارقات العجيبة أنه اليوم صار الإنسان الحر الطليق يشعر بالقلق على أمنه وعلى استقراره وأصبح السجين أمينا في معتقله وفي سجنه الأمور انقلبت رأسا على عقب وتغيرت 360 درجة مئوية يعني بتشعرون بالقلق؟ بالطبع كل موظف أنا الصبح وأنا أجلس مع موظفين وعمال واستكنت قبل قليل جلس مع مدراء الأقسام وأنا بتفهم الشعور بالإحباط والشعور بالعدم الراحة على تكرار مثل هذه الظاهرة ونتأمل كمان أنه يعني الشرطة تضرب بيد من حديد على الجنة لأنه كما قلت لك الأمر يعني كان بمثابة إطلاق رصاص على السلم الأهلي بكبول وعلى العيش المشترك وعلى المصير المشترك لنا جميعا يعني إذا تهدد أمني فيتهدد أمني أي مواطن خارج كابول وإذا تهدد أي مواطن فيتهدد أمني أنا كمان كمسؤول بالمجلس المحلي موسيقى